زي ما انت شايف يبقى في الفرن البسبوسة والشوكولاتة تعال نعمل الكنافة ونعمل البلح ونعمل التفاح ونعمل جوز الهند ونعمل كل اللي انت عايزه اهم حاجة عندك محلول دهني ثمنة زبدة زيت زي ما انت عايز عندك جلاش عندك شربات تقيل بارد دوم المكونات الاساسية للجلاش وبعد كده حشواتك زي ما انت عايز بنفس الطريقة برضو بنفس الطريقة زي ما انت شايف كده قدامك ثمنة سايحة برده او زبدة او زيت الجلاش يكون مورق ويكون عامل التجميد بتاعه انت حليتي خلاص قبل ما تبدأ تشتغلي ومغطيها عشان ما ياخدش رطوبة وبعد كده تشتغلي بيه زي ما انت شايف كده قدام يبقى قلتلك الاساس عندي الجلاش الثمنة الشربات التقيل بارد وعملنا مهلبية او كاستر كريم بتعمل فانيليا او كاستر كريم بتعمل شوكولات او بتعمل مانجو او بتعمل البلح وعندك بلح رطب عندك تين عندك مانجو احشي زي ما انت عايزة خد الفكرة ووظفيها للحاجة كده يا باشمهندس خالد. السلام عليكم يا شهير. شباركاته يا باشمهندس. تسلم يديك وعينيك على الرواية. صباح الفل يا باشمهندس. صباح الجمال كله وكل حاجة حلوة من يديك وربنا يحسن من يديك يا رب. جميعا يا باشمهندس خالد. امين يا رب. بص شايفنا بقى حدك كنت بتقوله على الكريمة لازم بقى كريمة معينة عشان تخش الفرن. اه. اه. طب انا عندي بقى فكرة لو الواحد عنده كريمة عادية يعمل ايه? اه. اه يعمل الاول يسوي الجلاش الاول زي الكبات كده اهو. ايوة. وبعد ما يستوي يطلع ويبرد يحط الكريمة العادية عليه. لا ده 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 حاجة تانية خالصة. ده انت بتقوله ده حاجة تانية خالصة. انا باتكلم دلوقتي ما ينفعش اي كريمة تخش النار. انا بقول gouvernement اللي علشان تتوقف بلك يا باشمهندس. مفيش غير باستري كريمة هي اللي تخش الفرن. اما الحشوات بعد ما تعمل الجلاش او الكنافة او البسبوسة الحشوات دي راجع عليك انت زي ما انت عايز يعمل حشوات. انا بقول يعني لو 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 لكن عندوش الكريمة بتخش الفرن ممكن يعمل للطريقة دي. اه بالزبط كده الله يكرمك. تحت امرك يا دوكتو يا باشمهندس. تحت امرك يا باشي تعال اشوف كده اعمل الكنافة يا جمال الكنافة البسبوس اعمل لولادك برضو اديها اي نوع من المكسرات او تسيبها سادة او بتزيفيب زي ما انت عايز وبنفس الطريقة اهو تعال كده بنفس الطريقة اخد ده كده وازبط الحجم اطلع الهوى اطلع الهوى وازبط الحجم كده وانا ماشي واتفقنا تعملي ورقتين تعملي تلاتة اربعة خمسة انت اللي عايز انا بعملك ورقتين بس عشان وقت الحلقة لكن انت اعمل الباقي اللي انت شايفا كده قدامي بين كل مرة ومرة عشان المادة الدهنية تكون وقت عن رخامة تلزق فيها الجلاشة وانت بتليف فيها لازم تمسحيها كده خد بالك من التكنيك وبعد كده هنعمل بنفس الطريقة يبقى احنا عملنا اول نوعين بس الاول خالص عملتلك الحشوات كلها قلتلك الشربات بتعمل ازاي وبعد كده السمنة سايحة بردة وبعد كده حشواتك دي راجع عليك انت زي ما انت عايز والباشمالدس خالد تدخل معنا وقال لك لو عندكش البستر كريم حضرتك تقدر يتعمل الجلاش زي الكاب هتقلبي اي فورما عندك وهتحط الجلاش تقطعي المقاس بتاع الفورما وتدهني بين الطبقات وبعدها سمنة وتدخلي الفرن يستوي مقلوبة عليها وبعد ما تطلع تصفي السمنة منها وتسقسيها بشوات شربات وتحشيها بكريمة فريش او باشطة او بكريم شنطية وتديها منجة تديها اي حاجة زي ما انت عايز زي ما انت شاف كده التفاصيل قدامك اي بقى اعملنا الشوكولاتة وعملنا البسبوسة وبعمل لك الكنافة وبعد كده البلح والمانجا والتين وجوز الهند والطفاح كل الانواع احتاري واختاري بين الانواع مرضتش اعمل لك اشكال ليه عشان ما اصعبش عليك الدنيا انا بسهل عليك الدنيا اي الفكرة بوصلها لك بالتسهيل عليك في كل حاجة وبعد كده ادي الكاستر كريم بتاعك وبعد كده هنروح جايين حطله الكنافة اللي احنا عايزينها كتير قليلة زي ما انا عايز انا اللي بعمل وتكون قليلة من الشرباط عشان لسه بعد ما تطلع من الفرن هاسية عشان ما تجزعش نفسك تفاصيلك كده قدامك عندك شوية زبيب عندك شوية سوداني عندك شوية فوزة اللي عندك ما توقفيش زي ما انت شايفة كده قدامك اهو يا تريكاتا وبعد كده اصبطي وطلعي الهوى يا اسدها لوزا حالي حبيبتي معي صباح الفل يا اسدها لوزا صباح العافية نهارك اشتا ان شاء الله كله زي الفل بنفس حضراتكم جميعا من اول ده نور حضرتك يا اسدها لوزا بجد والله يعني حكاة تلك جميلة حركاتك عسل كلها يا ربنا يا كريمك يا اسدها لوزا احنا احنا موجدين كلنا هنا من اجل اسعادكم جميعا يا فند الله ينخلد ليك شو حاضراتك عايزة اقول لك حاجة فضال يا هاني اه دلوقتي انا عمقت البسبوسة فطلعت مرويلة شوية وسقرة عادي لنفس المقادير اللي حضرات ايه طلعت ايه قوليلي قوليلي اسدها لوزا طلعت ايه مفرويلة كده مفرويلة اه اه مش ماسكة نفسها اه 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 لا هقولك بقى بص حضراتك مفيش نتقديريش نفس المقادير فيه مشكلة في التكنيك احنا قلنا هنقلب تلت كبايات جوز الهند تلت كبايات دقيق الصميت مع معلقتين جوز الهند مع زرة بسيطة من البيكن باودر نقلبهم مع بعض وعن النار بحط تلت تربح كبايات سمنة اسياحة تلت تربح كبايات لبن ادف فيه تلت تربح كباية من السكر ادوبه نص كبايات شربات تقيل زي اللي انت شافي قدامي ادوب السمنة كويس مع اللبن مع السكر مع الشربات التقيل كويس قوي ارجعهم على دقيق الصميت وجوز الهند والبيكن باودر هيبع عندي خليط كرامبل رملي بعد ما حط الخليط الرملي ده مع بعضه ابدأ افرده في صنية كترها تمانية وعشرين سنتي المقادير دي بتاع صنية تمانية وعشرين سنتي وبعد كده احط لها ايه عم حسن احط لها اه بقبل ايده مية وهوزحها والصنية تكون مدهونة مادة دهنية ومتبطنة ايه ايه طحينا بعد ما اعمل الكلام ده كله ابطانها بايدي بايدي والمية كده واسويها واخلي سمكها نص عقلة صبعي فرني على درجة حرارة ميتين وعشرين خمس دقايق بعد خمس دقايق بخفضها الى ميتين ودخلها الفرن واسبها في الاسناء دي بعمل ايه عم حسن بروح جاية جايبة كبتين ونص من السكر مع كبتين ونص من المية اغدوبهم وامسح الحروب بتاعتهم اسيبهم يغلوا على النار بعد ما يغلوا على النار بديهم نص معلقة عصير لمون وبعد كده بزبطهم على درجة الحرارة اللي انا عايزاها يطلع من الفرن اصفي منها اي حاجة زيادة وحط لها الشربات التقيل البارد اول ما تشرف تعرفي ان هي نجحت ومش هتفرول معاك يا اسودة لوزة وتطلع معاك زي الفلو هي البسبوس اللي قدامك اللي احنا عاملينها دي والكنافة قدامك اللي احنا عاملين احتاري واختاري بين ده وبنده واحدة واحدة جرابي واحدة واحدة اتطلع معاك الحاجة اللي انت عاملها زي الفل يبقى خطواتك كده عملت بالبسبوسة عملت بالشوكولاتة عملت كمان بالكنافة وبعد كده عندي حشوات كتير احتاري واختاري بين الحشوات اللي انت عايزها اهم حاجة اقفل عليها كده وبعد كده طلعي منها الهوة واظبطي الصمك بتاعها وانت بتلف كده وزعي لو في حاجة زيادة زي دي كده وزعيها وبعد كده ابدأي الحروب بتاعتك زبطيها تعالى كده عشان يدخل دي الفرن برضو عشان كل الانواع تكون عندك متساوية عندك السكينة بتاعتك حمية السكينة بتاعتك تكون حمية وقطعها على ثلاثة وتروح ايجاية لفها برضو ومسقسقها بالسمنة خد يبالك متركة دي لازم تسقسقها بالسمنة قبل ما تطلع عشان اشوف حاجة استود جهاز لحاجة وجهاز لحاجة صف فيها ادهنها اول حاجة كده بالسمنة قبل ما دخلها الفرن ويتبالك متركة دي ادهنها بالسمنة هوا قبل ما دخلها الفرن كويس قوي عشان تاخد الليون الدهب الفاتح طب تعالى كده يا استاذي نشوف الحاجة اللي في الفرن اللي استوت قدامك كده تعالى شوف البلح تركة المهمة ياخد الليون الدهب اللي انا عايزه زي ما انت شايف كده السمنة الزيادة الشرب اللي هو عايزه والسمنة الزيادة طالعة في الصاجة هي هتصفيها خد يبالك الحاجات اللي بتخش الفرن بتشرب السمنة اللي هي محتاجاها بعد ما تشرب السمنة اللي هي المحتاجاها قدامك تصفيها لانها بتنطر السمنة الزيادة قدامك هي زي ما انت شايف قدامك بالتفاصيل والحركات والتكال